بسم الله نبدأ اه طيب اه اوك طيب بسم الله نبدأ اهلا وسهلا فيكم اليوم بدنا نعطيكو بعض التحديثات عن فيروس الكورونا او كوفيد 19 هذا احد الفيروسات اللي انتشرت حديثا اه واهلا وسهلا بالجميع احنا لايف معكم على الفيسبوك الصوت ممتاز اذا اذا في اسئلة حطوها ما بدي ثمز ولا لايكس ولا ايش اذا في اسئلة عشان نجاوب دايريكت و ان شاء الله نبدأ في الموضوع طبعا بالبداية حبيت اعرفكو شو هو الكورونا فيروس فيه ثلاث مصطلحات مهمة جدا الناس بتخربط بينها الكورونا فيروس كوفيد 19 وسارس كوف 2 شو الفرق بينهم الكورونا فيروس يا جماعة هي عائلة الكورونا زي ما بنحكي مثلا عائلة فلان مناش نحكي اسم عائلة بلاش حد يزعل زي سميث مثلا عائلة سميث هاي فيها ناس كتير بجوة العائلة اسم العائلة كلها كورونا لانه معظم هاي الفيروسات تتشابه في الشكل الخارجي تبعها بشبه الهالة او التاج والكلمة كورونا باللغة اللاتينية اللي هي الكراون فطلعت او التاج فطلع من هذه التسمية الكورونا فيروس يس حجاوبك احمد خليني احكي بس خلص الموضوع هذا الكورونا فيروس اه عرفها البشر من الستينات من القرن الماضي 1962 63 بدأت تنتقل للانسان عادة هي في الحيوانات وبشكل عام بتصيب الانسان اللي ما عنده مناعة او مناعته ضعيفة الآن اه اجت بعديها اكثر من كورونا فيروس فهم كثار الآن شو الكوفيد 19 هو اسم المرض الحالي اللي عم بيصيب الناس هذا اسم المرض كوفيد 19 مش الفيروس حتى الميديا للأسف عم بيغلطوا اسم الديزيز يعني واحد معه مثلا بنيمونيا هذا اسم الديزيز اللي هو التهاب الرأوي بس المسبب المسبب بكتيريا اسمها كذا هذا المسبب تبعه اسم الفيروس اللي هو سارس كوف 2 سارس كوف 2 واضح واضح الفرق بين الاصابة وحامل الفيروس اوكي عادة المصاب بحمل هذا الفيروس وبيبدأ يعطي اعراض من يومين الى 14 يوم مش شرط هاي الاعراض تظهر عليك باليوم الثاني او الثالث او الرابع لكن بس بهاي الفترة اللي هي بسموها فترة الحضانة ممكن يعدي غيره للأسف هذا الفيروس اللي سماه الرئيس الصيني انه الفيروس الخبيث هذا الفيروس سبب ببعض الحالات انه يستمر حتى اليوم الثلاثة وعشرين عشان هيك الصين هي الدولة الوحيدة اللي زادت الانكوباشن بيريد لمدة خمس وعشرين يوم احتياطا الان معظم الدول ووزارات الصحة بتعتمد على وزارة منظمة الصحة العالمية اللي هو 14 يوم هل هما نفس الشيء ولا ممكن حامل الفيروس ما يكونش مصاب بالاعراض ممكن جدا ما يكون مصاب بالاعراض نسبة عشرة بالمية لخمستاش سؤال ثاني من اخونا منجد بالنسبة لدرجة حرارة للمصابين بتطلع وبتنزل ولا بتظل مرتفع لا درجة الحرارة درجة الحرارة في الجسم بشكل عام لما ترتفع درجة الحرارة معناها جسدك بقاوم الفيروس والبكتيريا اللي موجودة فيه هذا اشي طبيعي في الجسد هو جهاز مناعي او قدرة مناعية انها انها تقتل الفيروس او البكتيريا اللي داخلي درجة الحرارة عادة اذا ارتفعت لدرجة اعلى من درجات الحرارة الطبيعية اللي هي 36 سواء 30 بتصير تشعر بمشاكل دوخة ووجع في الدماغ فلازم تنزل درجة الحرارة لازم تنزل درجة الحرارة هي ما حتنزل لنفسها هلا ممكن تنزل بعد يوم يوميا لانه خلص راحت بس لازم تنزل درجة الحرارة خوف انك تصاب بدرجة حرارة عالية تزيد عن 42 ولا سمح الله يصير معك مشاكل في الدماغ ويصاب المريض في الموت فلازم تنزل درجة الحرارة من أشرف كيف نميز بين أعراض الإنفلونزا العادية والCOVID-19؟ هذا سؤال مهم جدا أشرف شكرا تمييز ما في شيء مية بالمية لانه أعراض الCOVID-19 قريبة جدا للإنفلونزا وفي كتير ناس مكسينك معظم معظم الCOVID-19 ما بيصير عنده رشح رشح من الأنف معظم الحالات بتكون درجة حرارة عالية سعال بيكون ناشف وإذا زادت الحالة بيصير عنده التهاب رأوي حاد اللي هي بنيمونيا فبشكل عام أعراضها قريبة جدا لأنه الفيروس قريب جدا من الفلو فهو أعراضها مش كتير تبتع أخر ما في رانينوز بس في ناس بيصابوا بالفلو وما في رانينوز وزي ما حكيت في ناس ما عندهم أصلا بيظهروا الأعراض نسبتهم قليلة 10-15% بيكون جهاز المناعة قوي جدا بس بكونوا حاملين ومسببين حنان حضرتك دكتور؟ نعم طيب الأسئلة اللي موجودة هون ما في اشي حنبدأ علاق في سؤال جاني من الأستاذ محمد ما هو ارتباطك بفيروس كورونا الصين ووهان سؤال جيد أنا طبعا درست في جامعة ووهان درست الماجستير والدكتوراه بجراحة الوجه والفكين تخصص الأورام وعشت في الصين في مدينة ووهان بالذات عوالي عشر سنوات فهذا الارتباط ما هي الأعراض العامة؟ حكينا الأعراض العامة عادة بتكون ارتفاع في درجات الحرارة سعال ناشف بيسموه ما بيكون في بلغم أو مخاط خارج وعادة بيصير ضيق في التنفس وهذا بيكون بيزيد في الحالات الصعبة طيب احتمالية طبعا أنا بدي أركز بخلال هذا الفيديو أنه يا جماعة ما في داعي نسوي بانيك الأهم طرق الوقاية من هذا الفيروس اللي هو تقوي جهاز المناعة الخاص فيك فإذا جهاز المناعة الخاص فيك ضعيف رح أنت تكون عرضة للمرض أكثر من غيرك فكيف نقوي جهاز المناعة؟ واحدة من أهم الشغلات أنك تكون بوزيتف هاي فيه جانا سؤال من أريج ما هي النصائح؟ جهاز المناعة يا جماعة جهاز رباني ربنا خلقه لمقاومة الفيروسات والبكتيريا والفطريات اللي بتدخل الجسم فلازم نهتم فيه بشكل عام مش بس عشان هذا الفيروس بشكل عام الأكل السليم الأكل السليم بتروحوا عند أخونا مخلص على التابل وبتوكلوا أكل فيجتيريا نايس أهلا وسهلا فيك دكتور مخلص طبعا يعني المفروض نفضل في البيت ولا نروح وما نيجي حنحكي هذا يا أخت حنان حنحكي عن هذا الموضوع الموضوع أنه الأكل السليم الرياضة السليمة النوم السليم تقليل الاسترس أو الضغط النفسي الحالة النفسية مهمة جدا الفيتامين الفيتامين سي الزينك مهم جدا القارلك الليمون البصل كلها بتقوي المناعة البوزيتيفتي الدخام بضعف المناعة السكر بضعف المناعة المشروبات الروحية بتضعف المناعة كل هاي الأمور بتضعف المناعة الآن عشان نكون واقعيين موضوع المناعة أنا عملت على اليوتيوب على قناتي في حلقة كاملة عن موضوع المناعة قبل يومين بس انتشرت ممكن تروحوا عليها في 23 نقطة مهمة عشان نقوي جهاز المناعة فهذا نمبر ون وأنا بحكي إنه بوزيتيفتي وما يصير بانيك هذا مهم جدا لجهاز المناعة في سؤال هون المفروض نفضل في البيت ولا ما نروح ما نيجي نعم الريكمنديشن الآن الريكمنديشن لحد الآن هي استعدادات للمرض إنه نبقى في المنزل وهذا أنا من رأيي الشخصي إنه أفضل شيء اللي هم هلا عم بسموه السوشيال ايزوليشن اللي هو ما يصير سوشيال ديستان ما يصير عنا احتكاك مع الآخرين لأنه الاحتكاك مع الآخرين مشكلة كبرى ممكن تجيب هذا الفيروس فإذا قللنا من الاحتكاك واللي صار في إيطاليا أكبر مثال إذا قللنا من الاحتكاك أكيد راح نخفف عن نفسنا المشاكل الآن شو راح يصير خلال الأيام القادمة ما أحد عارف الأمور عم تتسرع بكتير خليني بس أطلع المعلومات الحديثة الأرقام لأنه كل ساعة بتتغير الأرقام تتغير بسرعة والموضوع بانيكينج والحكومات مش عارف شو تسوي أنا مش عارف مش عارف وزراء الصحة العالميين وين كانوا إنه تلاتة شهر عارفين إنه الصين فيها الموضوع ومش بيوم وليلي جارة يعني لما يجي على الصين فجأة الصين يستطيع التخلص منه إحنا مش عارف هذا السؤال برجع لوزرات الصحة فالبقاء في البيت أفضل إذا استطاعت في ناس عندها أشغال ما بقدروا يعني الأفضل إنك تبقى أفضل فيتامين سي، جارليك، جينجر يساعد لإنفع وإنفع مناعة لأنه تقوّل مناعة إدوارد، نعم، تقوّل مناعة لكن لا تتعالج إذا أنت معك الفيروس النباتيين أكثر مناعة الله يزاكم الخير أعتقد الدكتور أن السهر وقلة النوم هي من أسباب ضعف المناعة نعم، السهر والنوم الصين ما خلصت من الصين ما خلصت من الصين خلصت منه علامياً دخل الدكتور مخلص في السياسة الأعداد في الصين يا جماعة اليوم just to let you know الصين اليوم عندهم 14 حالة فقط و14 حالة وفاة واليوم بس بإيطاليا في 3590 حالة جديدة أنا بشتغل في السوبر ماركت وأتعامل مع ناس كتير حنان، إذا بتقدر يتوقفي عن الشغل أنا أتوقع أنه بكون أفضل لأنه التعامل مع الناس الكتير قد يعرضك إلى أي مشاكل يعني طيب، هناك أسئلة ثانية هل حقاً أعراضه لا تظهر؟ حقاً جوابنا هذا ما هي خطورة المرض مقارنة بالإنفلونزا؟ نحن نعرف أن الدرجات الإنفلونزا درجته بالنسبة آه، سؤالياً هدول الخطورة للأطفال الأقل من 10 سنوات طيب، الإنفلونزا طبعاً مرض كنا بنسمع عنه والإنفلونزا اللي هو النورمال فلو كتير ناس بنصابه فينه ما بيخافوا منه النسبة والتناسب الإنفلونزا طبعاً ما في صوت سامعيني باقي الناس؟ هل الله قويك يا دكتور سامعني يا أحمد أحمد سامعني أحمد أحمد في حدا سامعني يا جماعة ولا ما في صوت؟ في صوت؟ ولا ما في صوت؟ في صوت، أوكي، خلينا مكملين إذن الإنفلونزا بشكل عام الصوت رجاء طبعاً، ممتاز أنا كمقيم بالصين الزملاء يدعوني للعودة للصين بسبب نسبة الشفاء المرتفعة وقلة الإصابات؟ والله جهاد أنا معك، نعم، في ناس بتحكي إنه الموضوع في الصين، لأن الصين عندها أكبر عدد، أكبر عدد من الإصابات، وحتى في طبيب بمنظمة الصحة العالمية، هو ناطق رسمي في منظمة الصحة العالمية، أعلن، هو كندي، وأعلن إنه لا سمح الله إذا أصيب بهذا المرض حيروح على الصين يتعالج، لأنه أكيد عندهم أكبر عدد، فعندهم أكثر خبرة الآن من باقي الدول، فيعني إشي طبيعي، وكنا شفنا الصين كيف تعاملت مع الموضوع، أوكي، ممتاز، الله أعطيكم العافية، بالنسبة نرجع للإنفلونزا، الإنفلونزا زي ما حكينا إنه هو مرض ليس بالخطير خطورة المرض الكورونا، لأنه نسبة الوفيات في الكوفيد-19 أعلى من الكورونا، في الكوفيد-19 أعلى من الإنفلونزا، في الكوفيد-19 تقريباً، بنحكي عن 2% إلى 3% في دول وصل إلى 7% إلى 8% مثل إيطاليا وأكثر، بالإنفلونزا عادة من 0.1% إلى 0.2% حسب الأرقام، بس العدد الإجمالي للناس اللي بتموت بالإنفلونزا أكبر من العدد الحالي للكوفيد-19، هذه يعني كيف الناس بتقارنها وكيف تنظر لها، يعني ما بديها أكون باسميست وأقول لك لا إنه هذا أخطر، هو الفيروس نفسه لو قارناه بالفيروسات الأخرى اللي إجت علينا، والأمراض اللي مرت علينا، زي السبانيش فلو، اللي قتل له من 50 إلى 100 مليون شخص، الإيبولا اللي قتلت حوالي 2600 بس قتلت من 50 إلى 90% من الناس اللي أصيبوا فيها، السارس اللي قتل أقل من 800 واحد بس 10% من اللي أصيبوا فيها، الميرس اللي هو متلازمة الشرق الأوسط اللي صارت في المملكة العربية السعودية قتلت حوالي 33% من الناس، فهذه أرقام مخيفة بالنسبة لتنين بالمئة، برضو يعني نكون واقعيين ونكون أوبتمس، زي ما بيحكوا متفائلين في الوضع، الآن الصين أصبحت خائفة من العائدين والزوار، نعم، الصين فرضت حجر صحي على أي شخص يدخل الصين الآن، خوف من أنه يرجعوا الفيروس معهم، بمختصر أي واحد بدروه على الصين، سواء الصيني، من الصيني بدو يدخل في حجر لمدة لا تقل عن 14 يوم، سؤال بسيط، هل فيتامين زيت السمك أوميغا 3 مفيد جداً لجهاز المناعة؟ الأكل الهامبورغرز والشغلات الجاهزة هاي، وأكل أكل صحي يكون متوازن بين البروتين والكاربز والفات، والحقيقة ترفع القبة على الطريقة التي تعاملت فيها الصين مع الفيروس، لحد الآن الصين عم بتعلم الناس درس في موضوع الفيروس هذا، طبعاً إنه هي أكثر وحدة أصيبت وأول وحدة، لكن الآن ننتظر إن شاء الله الدول الثانية تقدر تسيطر عليهم، بالنسبة للأطفال اللي عمرهم أقل من عشر سنوات، أصيب أطفال رضع وخدج وأطفال أقل من عشر سنوات، لكن الحمد لله لم تسجل ولا حالة وفاة بين هدول الأطفال، وهذا شيء ممتاز ولا حالة وفاة صفر بين الأقل من عشر سنوات، لكن أصيبوا، في ناس أصيبوا، بالنسبة للبالغين، البالغين أن الكفوف غير آمنة بما فيه الكفاية، والأفضل هو غسيل يدين بعد لمس أي سطح خارج المنزل، لأن الفيروس لا يدوم على سطح الجل إن قام الشخص بالطاقين فوراً، أوكي، هنحكي عن هذا الشيء، يس، الكفوف مش غير آمنة، هي شلحها المشكلة، لأنه إذا أنت لمست الخارج بيدك فلوثت يدك، فهي ملوثة، فهذا الموضوع يا أخت أريجي، بالنسبة للبالغين أو الكبار السن، معظم الوفيات، خوالي 15% من الوفيات، صارت بالناس اللي عمرهم أكثر من 65 سنة، ومعظمهم كانوا يعني تعافى أمبارح أو أول أمبارح شخصين عمارهم فوق 100 سنة في الصين، واحد عمرهم 101 سنة، واحد و1104 سنوات، تعافوا من المرض، فالفيروس مؤامرة من شركات تأمين ويستهدف الكبار فقط، يمكن، حسناً، 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 أنا ليس لأدخل في الأسباب، هذه أنا وياكم نجلس يا دكتور، مخلص، وإننا، إننا، إننا، بالنسبة للبالغين، اللي بين 50 ونحكي أقل، نسبة الوفيات فيها بين 0 و4 بال10 لـ 0.2، يعني 2 بالألف لـ 4 بالألف، وهذا أرقام يعني ضعيفة جداً، والحمد لله، مشكلة الكثير من الناس بالأردن أنه لاحظتها أنه باعتمد الأطفال على أكل المطاعم الوجبات السريعة، وهذا شيء مدمر الوجبات السريعة، خاصة الغير الصحية، في وجبات سريعة صحية يعني، بس في وجبات، معظم الوجبات السريعة للأسف غير صحية، فلازم ننتبه، الآن معظم الدول، خلينا نحكي مدام حكينا عن أردن، معظم الدول، أردن، الكويت، أعتقد معظم الدول الأوروبية عملة لوكداون، ثلاثة أربع دول عملة لوكداون، الآن موضوع الناس، هناك شغلة في الصين، نتعلمناها من الشعب الصيني، اللي هي الـ اللي هي أنت كشخص، أنا عايش في هذا المجتمع، لازم أكون مسؤول عن المجتمع كله، بما معناه أنه ما أضرب بالقوانين والأنظمة عرض الحائط، وأقول ما عايش بدي يصير، أنا أبدأ أطلع، ما فيش حدا بالشارمة، وأنا لو طلعت، وأنت طلعت، وهذاك طلع، وهذا طلع، فأنا بقول أن الحكومات لازم تضرب الآن بيد من حديد على الموضوع، وتسويه فعلاً حضر قومي، أنا بحكي أنه إذا قدرنا نحجز نفسنا لمدة لا تزيد، يعني أقل إشي شهر، إن شاء الله راح ينقص الأعداد بشكل كبير، اللي صار في إيطاليا للأسف الناس ما استفادت من التجربة في مدينة وهان، أهل وهان بعانوا إلى الآن، خمسة واربعين يوم، سبعة واربعين يوم تقريباً، إلهم تحت الحجر الصحي، بدون ما، في ناس، في ناس، في ناس فعلاً عارضت الموضوع، حقوق الإنسان طلعت، وحقوق الحيوان، وناس ألت لك نحن هذا هذا ظلم وهذا، وفي ناس، يعني نفسياً تعبت، مزبوط، بس، كل هذا المصلحة العامة، مصلحة المجتمع فوق مصلحة الشخص، المصلحة الشخصية تنعدم لما نحكي عن مصلحة مجتمع كامل، فإذا الآن، بدنا نحكي عن هذا الموضوع، هذا يعني له أبعاد، والحمد لله، أثبتت هذه التجربة أن الحجر الصحي هو الأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الحجر الصحي من 1400 سنة يا جماعة، لما صار، وانحكى في موضوع طاعون عمواس، وكلنا بنعرف القصص هاي، فالاستهتار رح يدمر الشعوب كلها، فأرجو من جميع الشعوب العربية، اللي صار عندها قرار بالحضر، أنها تلتزم بذلك رجاءً رجاءً لمصلحتك، ومصلحة أولادك، ومصلحة أهلك بشكل عام، طيب، نرجع للموضوع، ما هي خطورة هذا المرض على أصحاب الأمراض؟ طبعاً هو المشكلة الكبرى في الناس اللي عندهم مشاكل وأمراض، من هذه المشاكل، من هذه المشاكل اللي هي المشاكل التنفسية، مثلاً الربو، اللي عندهم أمراض ضعف المناعة، هذه مشكلة، اللي عندهم أمراض في السرطانات، لا سمح الله، أمراض مرضى السكري برضو معرضين لأنه جهاز المناعة بيكون ضعيف، اللي عندهم مثلاً ارتفاع في ضغط الدم، أمراض أخرى تؤثر على جهاز المناعة، الكلا، الفيبروزيز، التليف، تبع الرئة، هاي كلها أمراض المدخنين عرضة برضو للموضوع، فلازم ننتبه على هذا الموضوع، الآن فرصة ممتازة لكل مدخن أنه يتوقف عن التدخين، طيب، في سؤال، إذا شخص أصيب بالفيروس، ولم يتأثر كثيراً لأنه مناعته قوية، هل يشفى تلقائياً بنفسه كما في الإنفرونزة العادية، وإذا كان نعم كم يستغرق تقريباً من الوقت؟ طبعاً، فريد، شكراً لسؤالك، النصة أعطيك إياها الوقت، لأنه بتعتمد من شخص لآخر، بس 80% من الناس تم شفاعهم، يقال والله أعلم أنه من جهاز المناعة الذاتي، اللي أعطوهم إياها شغلات فقط، مسكنات حرارة ومخافضات حرارة، وتم شفاعهم تقريباً نهائياً من الفيروس، فإذا جهاز المناعة قوي، تأكد إنه أنت شلت 80% من نسبة الإصابة، فترة الأطفال تعيدها، الأطفال اللي أقل من عشر سنوات، أصيب منهم أطفال، ولكن الحمد لله، لا يوجد ولا حالة وفيات إلى الآن من هدول الأطفال، فموضوع الأطفال، لسه في دراسات، لماذا الأطفال ما صار عندهم، مع أنه جهاز المناعة مش أقوى من جهاز المناعة، والشخص اللي عمره عشرين وخمسة وعشرين سنة، هدول أقوى جهاز، وما بتستطيع تشوفها، مش عارف، بتقدر يا محمد، أستاذ محمد، تقدر تكتب لنا الأسئلة، تعمل لي كوبي إلها، ما بعرف هذا بتقدر، من سيحل مشكلة قلق الدخل للعمال، قلة الدخل للعمال في كندا، وهي مشكلة كبيرة، واستعرض الناس إلى جلطات، فعلا، الآن هاي مشكلة عالمية، دكتور مخلص، مش بس بالعمال في كندا، في سؤال هدول العمال، مين هيعوضهم؟ الآن، اللي بيشتغل بالحكومة، مشكلته، يعني أسهل لأنه الحكومة عم بتخلي الراتب ينزل، أما لمشكلته في القطاع الخاص، يعني إحنا داخلين على ريسيشن، وهبوط اقتصادي عالمي، ومش بس في الدول الكبيرة والصغيرة، وحيصير إشي كبير في العالم، أنا متأكد، أنا مش مختصاصي بالأمور الاقتصادية، لكن أتوقع إنه رح يصير شيء كبير من وراء موضوع هذا الكورونا، كثير دول فقدت كثير من مبالغها، أو من البجت تباعها، عشان تحارب هذا المرض، موضوع جاء فجأة، وللأسف، موضوع يعني بده الدراسة، لا نستطيع أن أجاوب على هذا، اللي أخذ فلو شوت شهر 11، وضعه أفضل من اللي ما أخذ، الفلو شوت بيقاوم نوع من أنواع الفيروسات، بس ما بيقاوم هذا الفيروس، فهو ليس له تأثير مباشر، قرأت مقال يقترح أن المرض هو مؤامرة للتخلص على أتعاب التقاعد والأعباء الاقتصادية، طبعا برجع بحكي أنه ظهرت كثير مشاكل أو أسباب لظهور المرض، هناك ناس حكوا أنه الصين أنتجته عشان تشتري كل الأسهم للشركات الغير مملوكة الآن للصينيين، ناس حكوا أنه أمريكا حطته كحرب ضدها، ناس حكتوا حكت أنه هو يجى من الحيوانات بسبب أكل الحيوانات، كثير المشكلة مش شو السبب الآن أو ليش يجى، المشكلة كيف بدنا نحاول أن نتخلص منه، أرجو توعية الإخوة من عدم تعاطي بعض الأدوية التي تضر بمصاب الكورونا، الأدوية بشكل عام، أي دواء لازم تأخذها لازم تستشير الطبيب الخاص فيك، ما تأخذ أي أدوية على مخك كده يعني بدون ما تستشير الطبيب، استشارة الطبيب هي أهم شيء في أخذ الدواء، لأنه في أدوية أصلا تتعارض مع أدوية أخرى، فبدنا ننتبه من هذا الموضوع وهذا مهم جدا شكرا يا جهاد، هل استخدام الخل بديل عن التعقيم؟ الخل من أحد المعقمات، الكلور البليتش موجود في كل مكان، يعني المعقم الكلور هذا ممتاز، تخلطوه مع مية، الخل ممكن تخلطوه مع مية، الكحول الخلطوه مع مية، فالتعقيم يعني أفضل تعقيم، هنحكي عن موضوع التعقيم، خلينا شوية، شكرا حكوا عن البروفين بضر أكثر ما يفيد، نعم، هذه مبارح أعلنها وزير الصحة الفرنسي، وحكى أنه البروفين أو البروفين أو الادفل في بعض الدول، بضر، بزيد قدرة الفيروس على التحكم بالجسم، صراحة من مبارح، وأنا أول ما سمعت الموضوع، أبحث عن مكان علمي واحد حكى هذا الشيء لم أجده، وجدت بس نشرات في الأخبار، لا استطيع أن أنكر، ولا أؤكد، عادة عادة خافض حرارة جيد، لكن لن أنكر، يمكن، يعني في أشياء كثير، تنكروها الآن، فيمكن، بعد شهر تسمعوا هذا الفيديو، يكون موضوع من الموضوع، أنت شو رأيك؟ أخ نزار، إن شاء الله، بنيجي بنقعد قاعدة، هذا موضوع طويل، هذا دخلنا في السياسة، شكلك دارس من ورانا، وماخد جهاد، حبيب جهاد، أهلا وسهلا، يعطيك العافية، طيب، الأمراض المزمنة، وخطورتها، حكينا على الأمراض، السؤال الرابع، كيف نحافظ، ونطقي المرض؟ حسنا، أنا بدي ألخص، الموضوع الوقاية، من هذا المرض، بخمس شغلات، خمس شغلات أساسية، أول شغلة، اللي هي، نظف ديناك، ناس تسألني شو، نظف ديناك، إيش خص الدنين، في الفيروس، والكورونا، ما سمعنا أنه بدخل من الدنين، الأخبار اللي بتوصلك، من السوشيال ميديا، من الواتساب، الفيسبوك، يا جماعة، والله العظيم، بوصني شغلات، يعني، ما أنزل الله بها من السلطان، يعني، لا معلومة، يعني، قاعد، يا جماعة، اللي ينسون ممتاز، وبقعد يصرخ وهذا، والناس بتشير، طيب، أنا بدي أحكي شغلة، بس للعالم كلها، اللي سمعني، واللي مش سمعني، من ينشر إشاعة غير متأكد منها، سيحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وسيسأل عنها يوم الدين، لأنه ممكن يضر أحد، وهو بفكر إنها مزحة، ابعت وزت، يا جماعة، قبل ثلاث أيام، قبل ثلاث أيام، في إشاعة صدرت في إيران، إنه شرب الكحول بيقتل الفيروس، لأنه الفيروس بيكون ملتصق في البلعوم، وشرب الكحول، مضمط بالكحول، وشرب، سبعة وعشرين شخص، من بينهم طفل، ماتوا بهذه الإشاعة، الغريق بتعلق بقشة، وإحنا هلأ في أوتوا، شايف الناس كيف بانيكينج، بدهم بس أي شيء، الغريق بتعلق في قشة، أنت يلي طلعت الإشاعة، ستحاسب عن روح هدول السبعة وعشرين شخص، أنت قاعد بتمزح، بتكيف عن حالك، أنا بحكيها بحرقة، والله أنه دمي بنحرق على هدول السبعة وعشرين، وخاصة الطفل هذا اللي توفى، من حضرتك، اللي لازم تنضرب، أذروني في الكندرة في وجهك، لأنه، بتطلع إشاعات زي هيك، احترم نفسك، واحترموا يا جماعة، العقول تبعتنا، إحنا مش غبية، والشعوب العربية مش غبية، الإشاعات اللي بتطلع، لازم كنا نوقف ضدها، لازم كنا إذا متأكدين، أنه هذه الإشاعات كذب، لازم نحكي للشخص، ما نزعل، إن شاء الله عمي، إن شاء الله أبوي، إن شاء الله أختي، أخوي، صاحبي، إذا مرسل لك شغلة، لأنه هو يمكن فروض لغيره، قل له، يا أخي أنا عملت سيرج، وهذا الحكي مش موجود منه، عذروني يا شباعة، أنا قاعد بحاول بكل جهدي، أنا شخص، بس لازم نوقف مع بعض، كمجتمع ضد هاي الإشاعات، انفعلت شوية، فالنقطة الأولى هي عدم السماع للإشاعات، الشغلة الثانية هي المسافة بينك وبين الناس اللي حواليك، ابتعد قدر المستطاع عن الناس اللي حواليك، الشغلة الثالثة، تقوية جهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة، الشغلة الرابعة، غسل اليدين بالماء والصابون، والصابون، برجع بحكيها، والصابون، هحكي لكم ليش هلأ، هرجع أشرح لكم، ليش، شو فايدة الصابون، والشغلة الخامسة، ما تلمس وجهك، لأنه معظم الانفكشن بصير، لما أنت تلمس وجهك، تلمس الأسطح اللي عليها الفيروس، وتلمس وجهك مباشرة، أدروني يا جماعة، طيب، هل تعتقد فيه علاج قريب؟ إن شاء الله، فيه كثير شركات، ومنها، شركات عالمية، ومختبرات، وجامعات، عم بتحاول تجد شغلتين، لازم نفرق بينهم، الفاكسين، أو اللقاح، أدروني بس دا جيب محرم يا جماعة، أو هاي فيه محرم، طيب، لازم نفرق بينهم، اللي هو موضوع اللقاح، والعلاج، العلاج بيجي بعد ما الواحد يمرض، اللقاح قبل ما يمرض، اللي هو عشان ما يمرض، اللي هو فاكسين بسموه، الآن كل العالم مركز على الفاكسين، لأنه نسبة الفاكسين رح يساعد ناس أكتر من المرضى، المرضى قديش هلا، اليوم سبعتاشر ألف، موضوع العلاج هم مش مستعجلين عليه، أدما مستعجلين، يا سبعتاشر ألف، أدما مستعجلين على موضوع اللقاح، اللي هو ضده، هل تعتقد نظف دينيك، رائع شكرا، أنت على رأسي، والله يعطيك العافع على جهودك، ويكثر من أمثالك، الله يكثر من أمثالنا جميعا، وأنتو خيرة المجتمع، وأنا بحكي أن مجتمعنا العربي مجتمع راقي، عنده عادات وتقاليد رائعة، وخاصة، ما بعرش اللي صاير، عندنا عادات تقاليد رائعة، لازم نتعود عليها، وصح أننا لدينا هذا السوشيال، لكن الآن لازم نخفف منها شوي، لأنه هناك سبب، والله يا دكتور، الموضوع صار هوس مورا الشائعات، والفتاوى من الفيسبوك، والميديا، والأوفيشال ميديا، والأوفيشال ميديا جماعة، الأوفيشال ميديا مبارح، ساعة كاملة كانت الأخبار، ولا خبر، ولا خبر، ليس عن الكورونا فيروس، ولا خبر، يعني الساعة كاملة، طبعا الناس دا تعمل بني، صباحا صراحا ذبحونا جماعة الكوبي بيست، عشان هيك لازم نكون مجتمع بروديكتف، ما نعمل، ما نحاول أصلا نحد، نحد، خلينا نكون أذكياء يا أخي، هم خمسة عشرة، خليهم يعملوا فورورد بين بعض، وإحنا نكون أذكى منهم، يسعد مساء، ربنا يكثبنا، مثالك، كثبنا مثالنا جميعا، يسعد مساءك دكتور، إن شاء الله هالكلام في ميزان حسناتك، آمين يا رب العالمين، ويدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة ولوالديكم جميعا، هل ممكن كثرة استخدام معقم يؤدي إلى نشفان ودخول الفيروس؟ طيب، هذا السؤال ممجد، ممتاز إد، إدوارد، موضوع معقم اليدين، الله ما نعرف شو اللي صار اليوم، معقم اليدين، آآ، نعم، بيؤدي إلى نشفان في اليد، لأنه هذا الكهول، أوكي، بدي أحكي شوية عن معقم اليدين، خلينا نبدأ مدام حكينا عنه، الآن السؤال الشيء الثاني سهل، دخول الفيروس من خلال الجلد، إذا انت مجروح، ودخل الفيروس عيدك، ما بتنصاب بفيروس الكورونا، فيروس الكورونا هو ريس بوراتوري، يعني لازم يدخل عن طريق جهاز التنفسي، فلو دخل عن طريق اليد، سواء متشققة، أو جروح، أو في عملية، لن تمرض بهذا المرض، الآن، موضوع الالكاهول، أو السانيتايزرز، هذا طبعاً يمكن الآن، هاي آخر علبة، يعني عندنا، الهاند سانيتايزرز، لا يغني نهائياً عن الصابون، هحكيه لكوليش الآن، يعني خلوني بس أحكي شوية عن الهاند سانيتايزرز، الهاند سانيتايزر كويس إذا أنت برا ما عندك مية تغسل بالماء والصابون، ومعظم الأماكن الآن موجودة، فإذا أنت في البيت ما في داعي تستخدمه، استخدم الماء والصابون، خليه لبرا البيت لما تكون خارج المنزل، الهاند سانيتايزرز، مشكلته الكبرى إنه في كتير من الشركات بتصنعه بنسبة أقل من 60%، فبكون قدرته على قتل البكتيريا أكثر بكتير من قدرته على قتل الفيروسات، فالفيروسات تقتل إذا كان، مش كل الفيروسات، مش كلها أغير، بس الكورونا واحد من الفيروسات اللي ممكن يقتلها إذا نسبة الكحول فيه أكثر من 60%، واضح؟ الآن طريقة استخدامه أهم منه، يعني خلينا نورجيكم مثال، غسل اليدين نفس الطريقة، لكن هذا مشكلته إنه بنشاف بسرعة بالطاير، هذا كحول، فإذا أنت ما سرعت في عملية الغسل، ما حتستفيد منه بالطريقة الصحيحة، المشكلة إحنا لما بنغسل يدينا، بنترك أماكن كتير في اليد مش مغصولة وما صعبها إلا هذا، خلينا أورجيكم بشكل سريع، الكمية تقريباً هالأد، أول شي بفرق جوا، بفرق إيدي من الخارج كاملة، الأصابع، اللي هي هاي، بنفس الطريقة، تسدوا إنه بدأ ينشف، لسه ما سويت بين أصابي، بين أصابي، أصبع الإبهام هذا 90% من الناس بتنساه، بعدين الرس، خلص، نشف، نشف، نشف على الفاضي اللي عم بسوينا، بس عشان أورجيكم، قديش لازم تكون سريع فيه، الرس، وهذا تقريباً أفضل طريقة إنك توصل، وهذه الأماكن اللي ما بتوصلها، تحاول إنك تنظفها، فأتوقع أهلا وسهلا يا خوشيشين، نهاو، معنى أخت وصديقة من الصين تتكلم اللغة العربية، أشكرها على المشاركة، وأهلا وسهلا فيها، أوكي، فهذا المكان مهم جداً جداً في غسل بالهاند ساني تايزر، أعتقد إن شاء الله جوابناك على هذا السؤال، السؤال البعده، كيف نحطط ونبتعد عن المرض؟ حكينا خمس شغلات، الأولى، لبرجأ أركز عليها، الأولى اللي هي، ما تأخذ معلومات غير من مصادر موثوقة جداً جداً جداً، سوشيال ميديا، الفيسبوك، الإشعاعات اللي بتوصلك، ما تفرودها لأحد، لأنك بتعمل بانيك للآخرين، الشغل الثاني، السوشيال ديستانس، اللي هو الإبتعاد، زي ما سوت الصين، حجزت الناس في أماكنها، في بيوتها، هذا مهم جداً، الشغل الثالثة، اللي هي جهاز المناعة، والشغل الرابعة، اللي هي عدم، أو غسل اليدين بالماء والصابون، والشغل الخامسة، وهي مهم جداً، اللي هي عدم لمس الوجه، عدم لمس الوجه، الآن في شغل مهم، وأتمنى أنكم كلكم تحفظوها، اسم مدينة وهان، مدينة وهان، يمكن من المدن الكبيرة في الصين، 11 مليون نسمة، ليس أكبر مدينة، أنا أحب وهان، لأنني عشت فيها مدة طويلة، لكن، ما كان الناس تعرف مدينة وهان، مدينة وهان، الآن مشهورة في كل العالم، لأنه، بنعرف أنه بأول الحالات بدأت فيها، كلمة ودينة وهان، تنكتب باللغة الإنجليزية بخمس أحرف، W-U-H-A-N، W، التي هي، Wash your hands، احفظوها معي، ستنبسطوا عليها، W، Wash your hands، U... هل تعرفوا اني انسيتها أيضا حرجها لكل اليوم خليكم معي لا لا انا كاتبها على ورقة سبحان الله الواحد احيانا عجزنا يا جماعة عجزنا حسنا احيانا احيانا افسد ادريك احيانا 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 يعني قيس درجة حرارتك بانتظام لازم تقيس درجة حرارتك ودرجة حرارة العائلة معك A Avoid crowds اللي هي social distance اللي هي ابتعد عن التجمعات الكبيرة و N Never Never touch your face أوعاد تصيب وجهك حفظتها W-U-H-A-N Wash your hands Use the sneeze etiquette Have your temperature measured Avoid the crowds And never touch your face هاي الخمس شغلات لازم نحفظها جميعا إن شاء الله عشان نبتعد عن هذا الفيروس أو خليه يبتعد عنه هل حقا يمكن الوقاية؟ نعم نعم الفيروس يعني من من أضعف الفيروسات الفيروس بشكل عام أضعف من البكتيريا الفيروس هو عبارة One Cell يعني هو ما بعيش مدة طويلة في الخارج في فيروسات تعيش ساعات في فيروسات ماكسمو بتعيش ممكن أشهر لكن البكتيريا بتعيش ألاف السنوات فالبكتيريا أكثر تطوراً وأكثر تعقيداً والفيروسات معظمها بتكون أسهل الجسم إنه المشكلة في الفيروس إنه في عنده شغلة يسمى موتاشن أو تطور تحور الجيني وهي اللي بتخلينا أحياناً نحن بنعرف الفيروس مثلاً هذا الفيروس الآن بيحكوا إنه العلماء فيه 142 صورة لإله 142 صورة منقسم لنوعين نوع اسمه L و نوع اسمه S هنحكي عنهم في الآن وهان المدينة رقم واحد بتصنيع الماسكات وإصابات الفيروس سبحان الله للعلم من شينتاو أوكي يمكن فيه مصانع كبيرة في الصين ما بعرف إذا هي رقم واحد بتصنيع الماسكات لكن الآن الصين بدأت أو رجعت تصدر الماسكات للعالم الحمد لله رجعت بعض المصانع تشتغل والشي الجميل اللي سمعته قبل أيام إنه مدينة وهان أرسلت مساعدات طبية سواء بأطباء أو بمواد طبية لإيطاليا لمساعدتها لتجاوز الأزمة فالصين أنا متأكد يا جماعة لن تنسى الأصدقاء اللي توقفوا الوقف معها خلال الأزمة هاي نعم أنا أستورد من مهان مهان مشهورة بصناعة السيارات أنا بعرف طيب لو كان في البيت مشتبه بالكورونا نعم العزل العزل طبعا إذا كان مشتبه ولم تؤكد إصابته فالأفضل عزل صحي بما معناه أنه يبقى في غرفة أو في البيزمنت أو في غرفة خاصة ما يتكلم نهائيا إلا من خلال الباب أو عن طريق السوشيال ميديا مع الناس على التلفون إذا بده أي شيء يدخله وما يطلع يعني الأفضل أنك تستخدم الأطباق للاستخدام مرة واحدة بحيث أنها تنكب بكيس وتتسكر عشان ما يقدر يغسلها ما يطلع إشي من الغرفة يدخل وما يطلع أي شيء من الغرفة فهذا مهم إلى أن تثبت إما إصابته أو عدم إصابته لو كان في البيت مصاب بالكورونا طبعا هذه المشكلة اللي عم بتصير إنه في ناس للأسف تستد بوزيتف وفي كندا وبعض الدول في العالم برجعوهم للبيت يا جماعة الصين أثبتت في البداية كانوا يسووا نفس الإشي لكن أثبتوا إنه فشل هذه الخطة إنه إرسال الشخص بسموها هوم كارنتين خليني أحكي لكم بشكل واقعي الهوم كارنتين يعني أوكي أول شيء ممكن يتواصل مع أفراد عائلته هو بوزيتف متأكدين إنه بوزيتف ممكن يتواصل مع أفراد عائلته بأي خطأ أوكي ممكن أقول لك أنا صحتي كويس وأنا أحس حالي كويس بدي أروح أجيب أهو وأرجع يعني خمس داية مش حيصيب حدا وفي ناس للأسف عندهم مشاكل نفسية بخلاص بقول لك أنا مردت أنا خلاص حموت الدنيا ستخلص بدي أعدي كل العالم بيطلع بصير يعدي في العالم فما بتقدر أنت تعمل كنتوه في قوانين بتجرم هاي الأشخاص بسعاب المجرمته بكون دا يعني عدم 100 واحد فالموضوع يا ريت نشر الفيديو لأصحابنا على الفيسبوك عشان يستفيدوا من كلام زي ما إحنا استفدنا إن شاء الله وينشروا إن شاء الله لكل الأجر واشتها حقيقة العرب المقيمين وقفوا وقف رائع من خلال متابعتي معهم من أنفسهم وغيرهم نعم في عدد من الطلاب العرب والمقيمين في مدينة وهان طلعوا من المدينة وعدد كبير بقي منهم منهم أنا معرفة من دكتور علي الوعري بنسلم عليه والله يبشروا بالخير كان يعطينا معلومات أول بأول هو خصائي جراحة أمراض صدرية من جامعة الطنجي زميل وعزيز درستنا مع بعض بنفس الوقت ومعرفة جيدة فيه من الناس الذوي الخلق الرائع ومن الناس الذين تقدموا بالمقيمة مع المدينة وساعدوا ناس كتير ففعلا العرب أعطوا صورة جيدة والحمد لله إحنا دائما بنعطي صورة جيدة إذا بدنا وهذا هو الهمة في إعطاء الشيء وإن شاء الله رب العالمين نبقى كذلك دكتور مشتريات البضاعات الصينية على علي إكسبرس على سبيل هل فيها خطر؟ كل العلماء أثبتوا أنه ما فيها خطر لأنه الفيروس ماكسموم بعيش ماكسموم على الأسطح خمس أيام طلعت إشاعات أنه بعيش عشرين يوم ما في أي إثبات لذلك خمس أيام إذا درجة الرطوبة 48 إلى 50 ودرجة الحرارة من 20 إلى 25 فإذا أقل درجة الحرارة بقل بزيد سوري وإذا زادت درجة الحرارة بقل فالموضوع استيراد البضاعة نفس الجواب هل تصدير البضاعة الآن من الصين عادي؟ يس لأنه معظم البضاعة بتصلك بعد شهر شهر ونص خاصة اللي بتيجي عن طريق الصين ف لا تقلق طيب 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 الأسئلة الآن لو انتشر في البيت مصاب بالكورونا إيش نسوي؟ الآن الوضع الحالي إيش نسوي إذا موجود عندنا كورونا في المنزل لا سمح الله حضر بس هذا أنا بتوقع أنه لازم نزيد الحضر الأفضل أنه يكون له طابق خاص يكون له حمامه الخاص إذا ما قدرنا نطلع من البيت ونظلنا نتواصل معاه يوميا كل ساعة ساعة ونص بحيث أن الله سمح الله أحتاج نعرف وضعه إذا زادت الحالة لازم ينتقل إلى المستشفى لأنه معظم الحالات التقيلة عدد الحالات اللي بيصير عندها مشاكل قليل جداً حوالي 5% بتصير مشاكل كبيرة بدهم فنتيليترز بس هذا رقم كبير يعني إذا شفنا بالأرقام هل المستشفيات مستعدة هذا سؤال مهم جداً خاصة في الدول الغربية اللي بتحكي على حالها إنها دول متقدمة خلينا نشوف استعدادهم إن شاء الله يكونوا مستعدين لو انتشر في الحي خبر مصاب بالكورونا ما في مشكلة مدام أنت ما بتتواصل معاه مباشرة لأنه كيف طريقة انتقال العدوى يا جماعة طريقة انتقال العدوى إنه أنت بتواصل مباشر مع واحد قدامك بمسافة تقل عن مترين سكس فيتس متر ونص تقريباً الله يعطيك العافية يعطيك العافية أيهم الآن إذا المسافة هاي قلت عن هذه المسافة هو عطس وهو مصاب بالفيروس فممكن يوصل لك هذا الفيروس الشغل الثانية اللي هي اللي هي هذا الرذاذ اللي انعطس بنزل على الأسطح على الطاولة على الكرسي على المقبض الباب على الكمبيوتر على اللابتوب على موبايلك لمسك له هاي الأسطح إذا نزل على الأسطح ما في مشكلة إحنا لايف حبيبي أخبارك طيب ما بعرف واحد يبعت لي قاعد مسيجات طيب الآن لو نزل على الأسطح ولمسنا هاي الأسطح أو لمسنا وجهنا هنا الطعمة الكبرى لنقلنا هذا الفيروس من هذه الأسطح إلى وجهنا وهنا المشكلة اللي بتصير فليش لازم نغسل إدينا دايما عشان نبعد هذا الفيروس من وصوله لوجهنا فإذا هو جاري بعيد عنه بيت ببيت اللي جنبي ما في مشكلة ما حيوصلني الهان لو نزل مصر في الصيف درجة الحرارة بتوصل لخمسة وثلاثين لأربعين ده يساعد على عدم العودة الأخت حنان بتسأل طبعا السؤال هذا نسأله ناس كتير هل درجة الحرارة في الصيف راح تنزل أو تقتل الفيروس؟ معظم الناس معظم العلماء بقولوا لا لأنه معظم الفيروسات الكورونا المشابهة من نفس العائلة لم تموت في الصيف بل بقيت مستمرة وأكبر مثال آخر واحد الميرس اللي هو صار في المملكة العربية السعودية ودول خليد فهل حينتهي؟ ما بنعرف هذا سؤال لن نجيبه إلا في وقته وإن شاء الله رب العالمين ينتهي كان فيه أول شيء توقعات أنه ينتهي بشهر أربعة لكن الآن كل التوقعات تحكي أنه بده بشهر ستة إن شاء الله أنا أعتقد الخوف من المرض أضر من المرض نفسه أوافقك يا فريد أوافقك أوافق البانيك اللي إحنا فيه أصعب كتير من اللي عم بيصير صدقوني الناس مش لازم تخاف وأرجع أحكيها بأول الفيديو اللي ما حضره من أوله جهاز المناعة تبعك باعتمد على فإنت إذا إنسان بوزيتيف وبتحط ناس حواليك بوزيتيف وبتضلك بوزيتيف أكيد جهاز المناعة رح يكون قوي رح تقاوم الفيروس هذه أكبر شغلة أما الخوف والرعب والهذا ما حيفيدك بالعكس حيدر أولادك أنا حكيت اليوم في أحد اللايفات انتبهوا قدام أولادكم ما تضلكوا تحكوا عن هذا الفيروس وخوفوهم الفيروس ضعيف ما بخوف حصلت معي طرفة أنه قبل قليل إجاني فيديو من كندا عرس أردن ودبكة واللي أرسلها بكل مال نحل يعني إيش بدأ أسوي هذا الموضوع صعب والله المستعان يعني لازم ننتبه موضوع العادات والتقاليد هاي الآن خلينا نوقف منها طيب جزاك الله خيرا يا دكتور جزاكم الله خيرا وشكرا لكم جميعا لا أريد أنا شكرا آدم عم بعطيني ويراد شكرا آدم لا أحتاج أي شيء طيب نرجع للأسئلة اللي عندنا لو تم منع التجول بسبب الكورونا إيش نسوي عادي زي ما سوت باقي الدول وباقي العالم ما حنموت من الجوع إن شاء الله رح نتكاتف جميعا أنا بوجه نداء لك جميع أنه حسب ما حكت وزارة الصحة إنه يكون عندك أكل يكفيك ويكفي عائلتك أكل مش محارم يا جماعة محارم ما بعرف ليش موضوع المحارم هذا جنن العالم و جنن الدنيا كورونا ما بسبب إسهال بعدين ارجعوا لعاداتنا وتقاليدنا شطفوا يعني مش عيب مش عيب نعلم أولادنا مش عيب نعلم جيراننا أنا بعلم ابني وحكيتها أكثر من مرة وعى السوشيال ميديا ومش عيب نحكيها لما أنت بتوسخ إيدك أنت تعلم ابنك لما بتوسخ إيدك بالطينة أو بالرمل بتروح بتمسح إيدك بمحرمة لا بتروح بتغسل إيدك بمية على الأقل مش مي وصب ومية بنحكي وكذلك نفس الاشي لما أخذت روح على الحمام بتروح بتستخدم المية بتنظف سهلة جدا الموضوع ما بده تعقيد وما بده ايش فاللي راح وشرة مليون لفة محارم وحطتها مكيف على الفيسبوك ولا حطتها على السوشيال ميديا ما بعرف يعني انت بتعمل بانيك وتخلي الناس تعمل بانيك وما في داعي لكل هالبانيك الإنسان بيستخدمها لفة بالشهر لفتين بالشهر أنا هلا عندي في البيت ست لفات محارم هذا كل ما لديه و اعتقد انه موردان انف ست لفات بكفيني و بكفي كل العائلة يريد تتكلم عن موضوع الماسكات اوكي طيب هنحكي موضوع الماسكات الان هنكرن لكها مع محمام منع التجول منع التجول رح يصير فيه منع التجول اذا صار لازم تكون متحضر الشغلات اللي لازم تجيبها شغلات ما تخرب اذا ما اكناها اليوم تعزموني عليها باجي عندكم بنو كلها بعد ما تخلص الكورونا الان شغلات معلبات جيبلك معلبات فاصولية بازيلة بامية معلبات فول معلبات حمص حمص حب حمص مطحون الشغلات هاي اوكي عدس الشغلات العدس الحب اللي ما بيخرب رز طحين ثلاجات منذين خضروات مثلجة بالثلاجة شوية لحمة ما بدك كتير لانك انت مش هتموت بدون اللحمة بس الشغلات الاساسية لازم تعيش فيها ف ناس راحه شاروا مية هاي الصين همصة واربعين يوم ايطاليا ما صار عندهم نقص في المياه فالموضوع ان شاء الله ما بصير خوف وما بصير موضوع الكمامات موضوع كبير يعني هنحكي عنه كم حالة في الاردن اه كم حالة في الاردن اعتقد اليوم بحكوا انه ما بديش عطيكوا ارقام خطأ اه جوردن جوردن عشر حالات اليوم تسع حالات اضافية وحالة منها شفيت فتسع حالات معلش اجانا تلفون معلش طيب ما الفرق بين الزكام العادي والفيروس حكينا هذا الفرق اه مش كثير الفرق لكن اه موضوع اه يعني في الكوف اللي هو الكحة الناشفة هذا من احد الاعراض اه نحكي عن الكمامات يمكن هذا سؤال بنسأل كتير هذه اسمها N95 N95 من احد الكمامات المشهورة اللي نحكي كتير عنها في الايام هاي كل الناس صارت تعرفها وفيه السيرجيكال ماسك اوكي هاي الماسكات يا جماعة شو الهدف منها اه الهدف الاول والاخير من الماسكات اذا انا لا سمح الله مريض ما انقل هاي العدوى للاخرين بما معناه انه لما اعتص او اتنفس اتضل الفيروسات جوه اوكي ال N95 عادة بالبسوه وهي افضل واحدة للوقاية من الفيروسات الان معظم الوزارات ومعظم منظمات الصحة العالمية او منظمات الصحة العالمية بقولوا انه هاي ما يشتريها الناس ليش؟ لانه هاي محتاج الها الاطباء والاسف فيه نقص كبير فيها الان الحمدالله الصين بدأت ترجع تتصدر فالموضوع ان شاء الله بتحسن قريبا لكن هاي وصلت سعرها الى 60 دولار انا اليوم في شرب صديقنا سافر على الاردن رحنا شارينا له اياها ب 15 دولار الوحدي من صيدلية موجودة في اوتوا اللي بده يعرف العنوان حاطيكو اياه المهم هاي ما في داعي انكو تلبسوها اذا ما عندكو امراض مزمية امراض عازمة امراض مشاكل زي هيك ليش؟ لانه هاي يا جماعة الاطباء لما يلبسوها لها شغلة اسمها فتست بحيث انه تكون مطابقة تماما للسايز تبعي يعني في منها سايزات يعني مش انا اشتري اي شغلة ولبسها لابني ولمرتي وانا بنفس المقاس فاذا ما كان الفتست معناها ما حت تحميك من خمسة وتسعين بالمية من البكتيريا والفيروسات اللي حواليك او من الدل فعشان هيكو لازم نكون فاهمين هذا الشي فكل الناس العام تقول لك انك تاخدها بتشوف ناس كتير بره بلبسوها ما بلومهم لانه خوف انا بحكي انه الهدف من الكمامة الهدف الرئيسي انك ما تلمس وجهك مش عشان تحمي حالك من الفيروس الفيروس خاصة في الكمامة هاي اوكي طبعا بدخل من الاماكن اللي مش موجودة وبالتصر هلا في حتى طباء بقولك انه الكمامة ممكن تسبب اكبر مشاكل لانك انت عادة بتضلك تصلح في الكمامة وهي بكون عليها وسخ لان الكمامة بس تلبسها وتشلحها اوكي اهم شي ما تلمس الخارج تبعها اذا لمست الخارج بتلوث ايديك طبعا قبل لبس الكمامة وبعدها لازم نغسل ايدينا كويس بالماء والصابون الان في ناس بسألو او طلعت اشاعة انه الازرق هذا بضل برا اذا انت صحيح وبصير جوه اذا انت مريض لا الازرق هذا اللي هو الفلتريشن واللي جوه هذا فيه مادة زي بلاستيكية عشان تخفف من خروج الرذاذ يعني عشان الماء يضل جوه الان متى بنكب الكمامة كم مره ممكن نستخدمها كل الكمامات بشكل عام تنكب اول ما تشلحها ما تشلحها و تحطها ساعة وترجع تلبسها او لما تتبلل هاي الحالتين اللي بتكب فيها الكمامة الان الكمامة هاي هذا ما اعطيني للماسك اللي عملناها مبارح الكمامة هاي فيه كمامات طبعا قماش تستخدم من ناس كتير عم بسووها عشان يستخدموها عدة مرات لازم تنغسل كل مرة لكن فعاليتها قليلة جدا اذا قررناها بهذه الكمامات وخاصة اللي فيها ثلاث طبقات انا مبارح انا وادم سوينا هاي الكمامة اوكي رسم عليها كورونا هي عبارة عن محارم عادية طبعا اكيد فعاليتها مش زي الكمامة هديك بس عشان احميه من لمس وجهه هاي الكمامة عبارة عن محارم ثلاث طبقات طعجناها بطريقة الاكورديون هاي اوكي ومن الزوايا هون حطينا مغيطة وكبسناها ومن الزوايا هون مغيطة و قد تقيك وتقي الولد من لمس وجهه وأنفه قد تقيك وتقي الولد انا عملت كمامة ثانية يمكن هاي ما بعرف شفتوها في بعض الاذاعات صارت تنشرها اللي هي بالورق هذا الشفاف الورق الشفاف هذا تبع المكاتب اللي بنحط فيه الاوراق ونظارة عادية وحطيت طبعا كليبات من هون بتقدر تنزل الكليبات عشان ما واذا بدك تعلق عليهم شغلة وهاي الماسك بحميك كامل وجهك بترجع بتكب هاي هاي سعرها يمكن اقل من 20 سند وشوفوا هاي بالعكس اكتر من الكمامة صح بدخل من هون ومن هون بس على الاقل بتحميك من مسك وجهك هذا الهدف منها اوكي بشكل عام بسيطة جدا عملها بسيط وان شاء الله تستفيدوا منها هذا موضوع الكمامات ما بنضفوا باسم ما ايش ما بنضفوا المحارم يمكن ضحكتني الله يزيد الضحكة امي بتسمعه بتدعي لك على كل المعلومات دي كانت خايفة وطمنت منك ما تخافي يا حجة ودعينا ان شاء الله والموضوع يا جماعة الفيروس هذا ضعيف ضعيف ولا لن يقتل الا الاشخاص الضعفاء فاذا احنا قوينا جهاز المناعة الاكل المتوازن النوم المتوازن شرب بالشغلات الجيدة مثل اللامون الجنجر الصوم ممتاز لتقوية جهاز المناعة المتوازن الصلاة ممتازة لانك بتعمل روحانيات هاي بتقوي جهاز المناعة في عندي فيديو زي ما حكيت على قناتي روحوا عليه واحضروا اكثر من 23 طريقة الامتناع عن السكر البقلاء والحلويات والشغلات هاي والامتناع عن التدخين والمشروبات الروحية كلها اكيد بتقوي جهاز المناعة جهاد بحكي انه سبع حالات في الاردن ما بعرف انا عندي هون الورد ميتر تبع الكورونا فيروس بحكي عشرة يمكن ان شاء الله يكونوا اقل هذا كلها معلومات حسب الانترنت هل جسم الانسان الطبيعي بيمكانه القضاء على الفيروس وبعد اي فترة زمنية الانسان الطبيعي برجع احكي الانسان الطبيعي اللي مناعته قوية تمانين بالمية من الناس قدروا يستطيعوا انه يقاوموا هذا الفيروس فالمناعة القوية ان شاء الله رب العالمين راح تقتل هذا الفيروس بعد كم فترة هذا شيء بعتمد على قوة المناعة جهاز المناعة بين اثنين اقوية بس بين واحد واحد بيختلف فالصعب احكي الوقت بس عادة خلال الاسبوعين الاولين منور اخي جمال الله ينور ايامك انا شغال تصدير دكتور وبسعر زهيد في الاخ جهاد بصدر شكله كمامات اهلا وسهلا فيه طبقة الوسطة دكتور هي الفلتر وفيها الفائدة نعم طبقة الوسطة دائما فيه هلا ماسكات فيه تول بلايز وفيه ثري بلايز الافضل طبعا من الثري ممكن اعرف اسعارها وخميات التواصل مع الاخ جهاد هو بعطيك الاسعار ما عندي اي اسعار ما بعرف طيب نرجع جزاك الله خيرا جزانا وجزاكم الف خير هل انت سؤال هل لو تم هل انت منع التجمعات الا للضرورة القصوى نعم تحريم التجمعات وقف التجمعات بعد التجمعات الا للضرورة القصوى فيه شغلات يعني ما منقدر نسويها الان فيه عنا فائدة ممكن نتجمع على السوشال ميديا هاي ما شاء الله عنا اكثر من شخص عم بتابع والله هاي نقعدين مع بعض بعيلة واحدة واهل ومبسوطين وناس بتسمعوا واحد بحكي و اتمنى ان الله اسمعلكو يعني بس ما قدرنا نسوي اكثر من واحد على الفيديو طيب ما معنى الضرورة القصوى الضرورة القصوى اللي هي احنا الان فيها الفيروس يا جماعة هذا اثبتت خبرة الصين فيه انه ولله الحمد قدروا يستطيعوا انه يوقفوا لانه استطاعوا انه يعملوا حجر صحي على هاي المدينة الحجر الصحي هذا ادى الى يعني اليوم 18 حالة في الصين 18 حالة اللي حكنا نسمع الاف ومئات الالاف واليوم للعلم بس في ايطاليا في في 3590 حالة 14 حالة بالصين عفوا 14 حالة بالصين و3950 حالة في ايطاليا لوحدها 1209 حالات في ايران اسبانيا 1454 حالة اليوم فالموضوع يعني لازم ننتبه انه ليش ليش لما يوصل عندنا الحالات لازم نصحى ليش ما نصحى الآن وينكو يا وزراء الصحة العالميين مش بس العرب وينكو وينكو لازم يعني يصير عندنا الفيروس وموت مية عشان حضراتكم تقوموا وتعملوا حجر لا اعملوا حجر الآن انا مبسوط ما عندي مشكلة وغيري اكيد رح يكون مبسوط رح يكون في تأثير اقتصادي وانا عارف وهذا الدسجن مسهل كان رئيس الوزراء البريطاني انه ودعوا احباكو يا اخي فكر اي واحد فينا احنا اللي قاعدين هل لا هل سهل عليك تضحي بأحد احباك عشان الوضع الاقتصادي اكيد لا اكيد لا ف يعني ما بعرف ان شاء الله هل الصين عندها مصل في كثير من الدول عم بتقوم الصين من احد الدول اللي حكت انها توصل مصلت الى مصر امريكا برضو نفس الشي بس المصل يا جماعة بمر بعدة حالات اول شي لازم يكتشفوا ويعرفوا شوه الفيروس والتركيب البروتيني وكيف طريقة اه ذكروني كيف غسل اليدين مهم جدا اه تركيبه وهذا بعدين بحاولوا يشوفوا شو البروتين اللي بكسره اوكي ويأخذوا الانتيبادي وبعدين بجربوه على الحيوانات هذه الحيوانات بشوفوا فترة بعدين بجربوها على الانسان طبعا هذا الموضوع بأخذ وقت يعني عادة المصل اقل شي اقل شي تجارب بأخذ حوالي ثمان اشهر لسنة فالمصل اللي انت بتاخده هلا عشان الانفلونزا شد بكون معمول السنة الماضي اه فالان الصين على كلامهم انه توصلت للمصل والان على في في طور التجارب على الانسان في سبع دكاترة من الجيش الصيني تبرعوا انه يكونوا اول ناس يتجرب عليهم هذا المصل او اللقاح اه اللي هو سيحمي ناس كتير اه نرفع لهم القبعة انسان بضع نفسه بهذا الموقف انه يتجرب عليه مصل ويدخل على المرضى بدون ماسك وعرضه للمرض والناس في حوالي 3500 طبيب توفوا من هذا او طبيب ممرض توفوا من هذا الفيروس فالموضوع صعب لكن هدول السبعة تطوعوا انه يكونوا اول ناس فان شاء الله رب العالمين اه يوصلنا عدم الجدية هو السبب عدم جدية الشعوب في اخذ الاحتياطات انا ما بحكي again ما نحكي انه الخوف والجذع لا لازم نكون واقعيين نعرف شوه الفيروس اهم شيء في الحياة لما بتحارب احد انك تعرف عدوك لما ما بتعرف عدوك ما رح تعرف تحاربه من اين تأتي له اوكي من اي زاوية من اي طريق فاذا ما بتعرف عدوك لن تستطيع ان تحاربه لن تستطيع ان تقوم بعي شيء ضده فالهدف الآن وهذا الفيديو عاملينه عشان نعرف عدونا وانه هذه المعلومات up to day ما بعرف بكرا شو يصير الله يزاك الخير شهر اربعة رح تعلن الصين رسميا عن المصر يس سمعنا انه في اعتقد واحد وعشرين اربعة حددوا التاريخ ان شاء الله ان شاء الله يطلع اوكي اه خلينا نحكي شوية عن غسل اليدين او في اسئلة خلينا نشوف الاسئلة اه هل هي على الجميع ام على كبار السن والمرضى فقط طبعا كبار السن والمرضى اكثر ناس لا يوقف عنه او يكونوا في الحجر او ننتبه لهم لانه هدول اكثر ناس عرضة لهذا المرض اه في ما في لقاح رسمي يجرب بعد فقط تجارب لا يا اخسام اه الصين بدأت تجربه على الاشخاص بعد ذلك ما حكيت في سبع اشخاص اه سبع دكاء طباء من الجيش الصيني تبرعوا ان يكونوا اول ناس يجرب عليهم على الاشخاص اه والصين زي ما حكى الاخ جهاد انه فعلا اعلنت انه بشهر اربعة ان شاء الله رب العالمين رح تعلن رسميا هل استطاعت ان تصل الى المصل ام لا ما حكيت انه رح تصل لكن ان شاء الله تصل وتحمينا جميعا اه الولايات المتحدة الان اعلنت عن اكتشاف مصل والان في التجربة على الحيوانات اي تنك اه 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 امريكا اعلنت مصل وكانوا جايبين رئيس شركة روتشر شركة كبيرة للأدوية واللقاحات مع اه ترامب وترامب اعطاء الكلام ويمكن كلكم شافتوا هذا الفيديو طبعا هم كانوا يحكوا عن تستنج نيو تستنج في طريقة جديدة للتشخيص المرض اه رح اكتشفوها او عم بصنعوا الان كتات لانه مشكلة الولايات المتحدة ما عندهم اه التشخيص الكافي الاعداد فالاعداد الله اعلم قديش ما احد عارف اه اعتقد محافظ اوهايو حكى انه مائة الف شخص مصاب اجين قد يكون هذا زيادة في الارقام ما احد بقدر اه تكامفيرم ولا حد بقدر ديناي اه طيب اه اعطينا من تجاربك الشخصية اخطاء وقع بها الناس من حولك وكيف تعاملت معهم طبعا من أكثر الأخطاء اللي عم بحكي عنها أكثر الأخطاء اللي عم بحاول أحارب قد ما استطيع للأسف الناس على السوشيال ميديا الناس اللي بيستغلوا الناس الضعفاء عم بيرح إجانا ميسج لكثير ناس وانتشر أنه حكومة كندا عم تعطي كل واحد 2500 دولار فإذا أنت حابب يصل لك هذا الموضوع ادخل على هذا اللينك بس تدخل على اللينك بيسألك اسمك كامل عنوانك السوشيال إنشورانس نمبر اللي هو الرقم الوطني الضريبي تاريخ ميلادك يعني كل شي جاهز لتبتعطيهم إياه تعمله سبمت طبعا لا في منه الحكي هذا جماعة جوجل شوي بس نشغل حالنا شوي خمس دقائق قبل ما ندخل نعطي ناس فري اكسس للبانك اكاونت تبعنا وللمعلومات تبعتنا ويأخدوا كريدت كارد انتبهوا من المعلومات النصابين كتار يا جماع النصابين للأسف كتار هاي من أكتر الشغلات الشغلات اللي عم بنحاربها الآن اللي هم من هلع الناس بشراء شغلات غريبة ما أنزل الله بها من سلطان من هاي الشغلات المحارم يعني ما فيه أي داعي لهذا البانك وما بعرف ما بعرف أبدعت يا دكتور جهن احنا محظوظين فيك فعلا انت رجل المرحلة الله يحفظك يا أخت وفاء وإن شاء الله رب العالمين تستفيدوا ويستفيدوا ناس من اللي حتعملوا لهم شير بدي أحكي عن موضوع غسل اليدين بالماء والصابون لأنه هذا أهم شيء ممكن نحكي عنه في الحفاظ على الهذا الآن للأسف طبعا فيه نقطة رسلت لي من صديق أعتقد محمد ابو لحيا وهو موجود معنا لعطي العافية قال في 2020 احنا في 1980 1980 كان عنا كان عنا أمل وأنه نشوف الطيارات في 2020 سيارات طائرة نشوف أنه نحكي هيك بدون بدون جوال كل شيء يعني التخيل تبعنا للأسف اللي وصلنا له أنه في 2020 عم بنعلم بعضنا البعض كيف نغسل يدينا الجماعة موضوع غسل يدينا مش مشكلة بس الأشخاص الغير مثقفين أو الأشخاص المثقفين وناسيين لا المشكلة هاي مشكلة حتى في القطاع الطبي يعني في ناسب تحكي أنه حوالي خمسين بالمية من الأطباء فقط بغسلوا يديهم بالطريقة الصحيحة ثلاثين بالمية من الأطباء أو مش من أطباء الممرضين والأطباء بيستخدموا بس السانيتايزر وعشرين بالمية بيشوفوا مرضى لا بيغسلوا بهذا ولا بهذا هاي الطامة الكبرى هذا بين الأطباء والممرضين يعني الموضوع مش بس عدروني لازم أشرب مية فخلينا نحكي عن غسل اليدين غسل اليدين يا جماعة لازم يكون بالماء والصابون ليش الصابون الغلاف الخارجي للفيروس مكون من دهون كنا بنعرف عشان نغسل الصحون اللي عليها دهون شو بنسوي بنحط دوجلي دوجلي هذا مهم جدا انه يحلل البونز او الروابط بين جزيئات الدهون فبتفتتها فبنغسلها بكل سهولة وهذا الفيروس نفس الاشي بما انه الغلاف تبعه دهني فالصابون بفتت الغلاف الخارجي لهذا الفيروس وبالتالي هو يقتله قبل انه ما ينزل في المغسل هذا التحليل البسيط ليش بنستخدم احنا الصابون فالموضوع سهل جدا الآن غسل الماء غسل اليدين لازم يكون لمدة لا تقل عن 20 ثانية في ناس بيحكوا 30 ناس بيحكوا 40 ناس يعني 20 ثانية كيف تعرف 20 ثانية أنا علمت أولاد مبارح و كنا عديم مع بعض مع الأولاد و بنخفف عن وطأة الفيروس عليهم علمتهم غني يا أخي Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to me خمس مرات ست مرات وصلت إلى 20 غني A, B, C, D, E, F, G غني أي أغنية أي أغنية حاول تعلم ابنك أشي طبعا ما تعلموا قرآن بهذا الوقت أو ما تخلي يقرأ قرآن لأنه هذا بالحمام معظم فعشان نكون واضحين أما علموا أي أشي يحكي قصيدة يحكي البدية كيف نغسل إيدينا بالماء والصابون الآن نفتح المغسل طبعا إذا كنا في البيت موضوع بخلف شوية عن الخارج هل أحكي نفتح المغسل بنجيب شوية مية الأفضل أنها تكون فاترة وبنصوب إيدينا بما معناه أنه نصير عنا على إيدينا رغوة الآن المية بعيدة عنا إيدينا مش تحت المغسلة إيدينا بعيدة عن المغسل بنغسل إيدينا جيدا بالماء من الداخل أوكي الأطراف بعدين من الخارج أوكي اليدين بعدين من بين الأصابع ناس كثير ما بسو هذا الحق بعدين الأصبع الكبير أو الإبهام ومن هون نفس الأشي ومن هون بعدين بين الأضافر ونهايات الأصابع بين الأضافر شايفين هذا كله كلهم وبين الأصابع ونفس الأشي بالجد التاني خلصنا الموضوع الرست اللي هون بعدين بننزل تحت المي وبنشطف إدينا أوكي الآن إذا كنا في المنزل ممكن نسكر الحنفية بكوعنا وإذا كنا أو برا أو نخلي المي نازلة نروح ننشف هذا مهم جدا ننشف في محرمة أوكي محرمة جيدا لأنه البكتيريا بتحب الماء فإذا كان في تنشيف جيد بيكون أفضل وبهاي المحرمة بنسكر الحنفية وبنكبها موضوع سهل موضوع سهل ناس مرة سألوني أو طلعت أنه الحمد لله نحن المسلمين بنصلي خمس صلوات وبنتوضح خمس مرات في اليوم فإحنا عنا إميوني من هذا لا يا جماعة الموضوع مش هيك مين فيكو بغسل إيدي عشرين ثاني بدون صابون ليش أحكي من يغسل إيدي في الوضوء عشرين ثاني ما في حدا ما في حدا بتوضى بس إيدي عشرين ثاني وبالطريقة اللي ورجعتكم إياها فبالتالي إذا إنت إيديك وسخة وثاني شغل بالوضوء شو بنسوي بالمضمط الفم فإنت جبت الفيروسات لتم فأرجوك وأرجوك وأرجوك وتنتبهوا قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الوضوء سوري اغسلوا يديكم بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية سوري عمموها على الجميع اغسلوا يديكم بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية أنا ما عارش طولت بس الموضوع كبير والأسئلة كتيرة وين رحنا سوريا جماعة هنا كانت في أسئلة للأسف ما علش عذروني طيب كيف تقضي وقتك في الحج الكوروني طيب هذا في مشكلة ذكرة حبيت أذكر فيها استخدام العائلة أو الأصدقاء أو الموظفين لأدوات وأواني مشتركة قد تضر بالصحة إذا كانوا مرضى إذا لم يكونوا مرضى غسيل الأواني بالصابون يكفي يعني الآن الموظفين يس لازم يكون عندك الكوب الخاص فيك بس في المنزل عادة يعني ما بدي أخوف الناس كتير وتصير في ناس رعب كيف تقضي وقتك في الحجر الكوروني إذا صار لا سمح حجر شو نسو إذا صار حجر علينا أو على أي مكان طبعا هذه مشكلة لأن عادة الحالة النفسية للأشخاص وأنا بعرف ناس في مدينة وخان كتير الحالة النفسية ليست سهلة يا جماعة أنت تقعد 24 ساعة تأكل طبعا نتبه يا صبايا رح ننصح من الأكل عادين تلفزيون كل المعلومات طبعا تخويف عن الكورونا وأكل وشرب لا لازم ننظم وقتنا تنظيم الوقت مهم في إدارة الأوقات بيحكوا إنه إذا لا لديك خطة فلديك خطة للفشل فإذا أنت من الآن نحن كنا عارفين أنه سيصير هذا الحظر بشكل أو بآخر خلال أيام فإذا أنت الآن ما عندك بلان كيف تقضي وقتك كيف تقضي وقت أطفالك الأطفال توقفوا عن المدارس شو تسوي أنا مثلا مقرر أن أسوي ساعة لليوتيوب أسوي شوية للسوشيال ميديا أسوي اللغة العربية الحساب الرياضيات نلعب مع بعض نغير جو لدينا باسكتبول برا هنطلع نلعب باسكتبول يوم لعبنا باسكتبول أنا مش رياضي كثير لأ بس هسير أسوي رياضة لازم نغير لازم نسوي شي مهم جدا هالينا الكبار بالسن جيراننا نتصل فيهم علي لنتطمن كل يوم عليهم كيف أخبارك بدكم حاجة لأشي خاصة الكبار بالسن العواجيز الكبار اللي حواليك أهلك أصدقائك هذا كل الموضوع لازم ترفع من معنويات بعض مش نحبط معنويات بعض نرفع من معنويات بعض كيف كيف اليوم بخير شو كيف الصحة هذا الموضوع فموضوع الحجري الكوروني مهم كيف نتعامل رح يكون وقت طويل أنا شفت فيديوهات الصينيين اخترعوا ألعاب ألعاب يعني كل عينة لازم تسوي لازم يكون عندك شي تسوي أما نضن على السوشيال ميديا ونضن على التلفزيون ونضن حنموت غطصا في مشكلة دكتور هذه الفترة أقصد خاصة دكتور مباب الحذر طيب دكتور حبيب أهلا وسهلا فيك رحب رحب فيك دكتور حبيب من أهلنا وأصدقائنا الموجودين في أوتوبا طبيب أسنان ورح نحياك الله أنا مش فاهم الهجوم على اشتراع المحارم والحمامات شو العلاقة طبعا ما أحد فاهم حتى ما بعرف ونوبي نوز شو السبب الهاند سانيتيزر انتهى من السوق يعني احنا ما بنشرب الهاند سانيتيزر هذا هاي العلبة بتكفيك يمكن 4-5 أشهر زي ما حكيت لا تغني الهاند سانيتيزر عن الصابون الماسك للأسف الناس نطط على الان هاي أنا ما خدها للعينات الماسك الناس نازل عليها بكميات وبجنون والأسف الأطباء في المعالجين ما عندهم ماسك في أسعار الماسك صارت خيالية يعني احنا بنعطي الجشعين فرصة للجشع يعني ما نلومهم لأنه هذه فرصتهم لكن نلوم لأننا ننفسنا لأنه احنا سرنا بجنون نأخذ هذه الأمور طيب اذا في حدا عنده سؤال يحطه يا إخوان طيب كيف هل تبضعت لأسبوع أم لشهر أم لستة أشهر أم لم تتبضع بعد لا أنا صراحة قبل يمكن 17 يوم بالضبط لما قامت وزيرة الصحة الكندية وحكت لكل الكنديين أنه أنه تبضعوا لمدة 15 يوم على الأقل في حال تم حضر حجرك صحيا فعلا أنا رحت أياما ما كان في أحد أنا استغربت مع أن وزيرة الصحة حكت وعطت ركومنديشن فهو مددد أم لدينا مدد بغض النظر نحب هم عجبون ما عجبون والله وزير الصحة شكله صح ولا شكله غلط ولا بحكي صح ولا شكله غلط هو حكا ركومنديشن فهو نجد 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 ركومنديشن رحت تبضعت جبت طحين جبت كيس طحين 10 كيلو كيس رز 4.5 10 باوند جبت 4 علب مع كورونا 4 بكتاب جبت نودولز هاي تبعت النودولز جبت شوية علب تبضعت يعني تقريبا ما يكفيني ويكفي عائلتين عائلتين صغيرة ثلاث أفراد يكفينا لمدة أسبوعين تقريبا طبعا تبضعت من الشغلات الأساسية لم أتبضع من الشغلات الإضافية اللي هي ماء الهداعي يعني لم أتبضع مثلا شبس لم أتبضع بسكوت مع أنه جبت شوية سناكس لأبني لأنه برضو بدكش تحرمه خلال هاي الفترة ف إشي مهم هون أخ سام سام الجسري الله يعطيه العافية وعنده برضو يوتيوب قناة أنا بدعوكم تشتركوا معه إلعب شطرنج مع أولادي مهم جدا شيء جيد يس إلعب شطرنج التفكير مهم جدا إذا في حد عنده أسئلة أو تعليقات حطوها يا إخوان هل ترى إجراءات الحكومة الكندية بطيئة غير كافية سريعة ومناسبة طبعا سؤال شوية حرج المشكلة بشكل عام في كندا إحنا عندنا النظام الصحي شوية يعني مش مستعد لهذه الأمور و يعني قبل سبعين كان عندنا level zero سيارات الإسعاف سيارات الإسعاف للأسف كانت كلها موجودة في المستشفى فأي واحد ليش لأنه مش قادر توصل أو تسلم المرضى للأطباء لأنه ما في أطباء ومرضين كفاية في غرفة الطوارئ فكان عندنا level zero صار هذا level zero 22 مرة خلال الشهر الماضي هذا بدون ما يكون عندنا كورونا بدون ما يكون عندنا أي مشاكل بلس عندنا فيه 3500 سرير في مدينة أوتو أنا بحكي عن مدينة أوتو عندي إحصائيات نسبة سرة امتلاعها 125% ما فعناها 25% من الناس جلسين بالكرادورات وهذه مشكلة كبيرة طبعا الآن موضوع المشكور على موضوع التحضر يعني أنا مستغرب من جميع دول العالم مش بس من كندا ولا أمريكا يعني مستغرب مستغرب أوروبا مستغرب الموضوع له ثلاث أشهر في الصين يا جماعة والسونا روليتر حكوا وبدت تطلع بعض الحالات بره والصينيين حكوا إنه في خمسة مليون طلعوا من وهان قبل ما يفرض الحضر لأنه ما كان متوقعين إنه يصير هيكي يعني كمان يعني على الأقل بروتوكولات يكون عندكو على الأقل يكون عندك مكان متحضر أنا متوقع يعني سونا رح تبدأ ويبدأ ويستخدم الجيش ينزلوا الجيش رح يبدأ ويستخدم في كندا رح يبدأ ويستخدم المدارس إنه يسووها مستشفيات مؤقتة أكيد رح يصير فيه إشي لأن المستشفيات تبعتنا غير قابلة لإستيعاب شخص هلأ بدون الكورونا فهم بالك التستينج سنتر التستينج سنتر اللي سوته كوريا كوريا الشمالية الجنوبية الشمالية ما في أرقام كوريا الجنوبية عندهم 8162 حالة طبعا كلها بدأت من حالتين ثلاثة عدد الحالات هاي تفاقم بسبب الجهل في أحد الأماكن الاجتماعات أعتقد فيه كنيسة عندهم إلها تقوص غريبة إنه حتى لو كنت بتموت وبتنازع لازم تيجي تحضر التجمع الكنسي يوم تلاحد وطبعا هذا ما في كل الكنائس اللي بعرفها وبعرف إنه ما في حد بتجبر أحد هذا موضوع بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولا في المساجد لكن هاي الكنيسة كان عندهم هاي المشكلة فإجت واحدة مريضة وعدت من أول يوم كنه 600 ولا 500 واحد تزايد الأرقام لكن الآن الكيس ما في تقريبا عدد الوفيات الإجبالي في كل كوريا 75 يعني نسبة الوفيات تقل عن 0.8 يعني أقل من الصين ليش من الكوريا حطت كل ضخة كل أموالها موضوعين عزل الصحي عزل عزلت الناس والشيء الثاني الكوريا الفحص صارت تفحص الكل أي واحد عند المرض حطه عزل فالموضوع كوريا برضو تعلمنا منها درس اللي هو موضوع الفحص افحص بالنسبة للفحص طبعا يا جماعة الصين كان عندها طريقة جديدة للفحص اللي هي معظم الطرق اللي الموجودة يسمها CPR اللي هو باخده زي مسحة من نهاية الأنف من الحنجرة ويشوفوا الفيروس إذا فيها موجود بيحكوا انه في طريقة جديدة تستنج اللي هي عن طريق نقطة الدم قطرة الدم بفحصوها معظم الآن تشاين عملت ركومنديشن ان الناس تستخدم سيتي سكان اللي هو صور الأشعة الطبقية السيتي سكان لأنه كان يبين المرض قبل ما يظهر في فحص الحمض النووي فممكن السيتي سكان يكون برضو طريقة جيدة للأسف كتير دول ما بتقدر تأخذوا لأنه غالي جدا سعر تبع السيتي سكان ومكلف لكن الصين عملت ركومنديشن ويمكن شفنا فترة انه صار في جنب في الأرقام في الصين هذا الجنب صار ميشيل أهلا سهلا فيك هذا الجنب اللي صار في الأرقام لأنه الصين غيرت طريقة الفحص من الفحص العادي ال سيتي سكان فاكتشفوا أعداد كبيرة متى ستنتهي الأزمة طبعا هذه علمها عند ربي لكن الكل متوقع أنه بشهر ستة كانوا أول شي متوقعين بشهر أربعة حتى دونالد ترامب مرة أعلن أنه بشهر أربعة في طبيب مشهور في الصين هو من أحد الأقوى الناس في محاربة السارس وكان بطل قومي أيامها وبعدين استضافوا الآن عشان يقود فترة الأزمة هاي بالموضوع الطبي حكى أنه برضو بشهر أربعة أعتقد أنه بالصين رح يكون هذا الشيء لكن عالميا الكلام بنحكى أنه بشهر ستة سبعة لكن إن شاء الله يكون ذلك ستنتهي لما كل جهود العالم تتضافر والناس تجتمع مع بعض والناس تقف يد واحدة مع الحكومات تسمع للريكمنديشن الصح وتعرف شو مسؤوليتها الشخصية ما نحكي كله على الله و الله حكى أو الرسول صلى الله حكى عقلها وتوكل ما اتركها كيف الرجاء مشاركت مع جميع خاصة في الوطن العربي شكرا يا إيد كيف يختلف الكورونا الحالي عن الكورونا المعروف في سنوات ماضية أوكي الكورونا يعني هو أي فيروس حكينا بصير عنده طفرات جينية بتغير بغير حاله الآن الكورونا الجديد هذا بختلف بختلف اختلاف كله طبعا بالشكل والهاي الكورونا السابقة كانت أقل انتشارا ولكن أكثر فتكا بما معناه أنه عداد كانت أقل في المرض ولكن نسبة الموت كانت أعلى هذا نسبة الانتشار سريعة جدا في شغل سرعة العدوى سرعة العدوى صنفت بين في بعض الأماكن اثنين في إيطاليا هلأ ستة في الصين وصلت لأربعة الآن نزلت لواحد فهي قد سرعة العدوى تبعته هو بخوف في كل الموضوع تعلمنا من الصينيين والآسيويين أن الصحة أهم من جمع المال لأنه يحكون المال لا يشتري الصحة هذا مصبوط صحة أهم من المال وإن شاء الله الحكومات العالمية تفهم هذا من خلال اكتشاف اللقاح يبقى موجودا ضمن قائمة الأمراض المتوقع زي ما حكيت منظم الأطباء والسيونتست الآن بتوقعوا شيء واحد أنه ينتهي زي ما انتهى الفيروس الثاني حتى بدون علاج يعني الباقي الفيروسات الكورونا ما يجدوا لها علاج مباشر لكن انتهت حياتها وقدروا يحصروها نظام التغذية عندهم غير طبيعة الغذاء غير مواعيد الأكل والشرب ووقت النوم عندهم أشياء مقدسة طبعا نظام الغذاء مهم جدا الصينيين أو شكل عام الغذاء طبعا الناس كتير لامت الصين ولامت الغذاء بشكل عام على أكل بعض الأطعمة الغير نحكي صحية زي الحيوانات البرية الخفافيش وطلعت هاي الحكي الخفافيش لا تسبب فيروس الكورونا يا جماعة اللي بوكلوا الخفافيش بطبخوها الطبخ عادة الأكل بنزل على المعدة الحمض النووي بقتل هذا الفيروس فالفيروس لا ينتقل بالأكل ينتقل بالرذاذ يعني لازم يجي الفيروس هذا حي على الإنسان يدخل على الجهاز التنفسي اللي بعرف شوي بالأحياء أو بالتشريح الجهاز التنفسي يعني اللي هو القصبات الهوائية بتروح على الرئاء أما البلعوم هذا بعدين بنفصل ل بدخل على المعدة المريء وخلص لكن إن شاء الله بالنسبة للأسئلة المتكرم كل أصدقاء مراجعة الفيديو وإدراك وما فاتهم نعم أنا وافقك في هون تكيف مناعة الإنسان في سؤال برضو بس هذا مهم ما هي مدة تكيف مناعة الإنسان مع الفيروس ومقاومته له وعدم استمراره كشيء للأسف طبعا أو وجدوا أنه الصين بعد 14 يوم من وجود الفيروس بعد 14 يوم رجع الفيروس لـ 14% من الناس 14% كيف رجع الفيروس ليش رجع الفيروس لسه مش معروف لكن رجعوا ورجعوهم عملوهم ريادمشن في الهوسبتل ودخلوهم وتم علاجهم الأسباب لسه مش معروفة هل طريقة العلاج كانت خطأ هل الفيروس هذا برجع في الناس اللي عندهم ضعف في جهاز المناعة لسه بننتظر إن شاء الله توضيح من الأطباء في النهاية حابب أختم بشغلتين مهمات يا جماعة الشغل الأولى أنه أرجوكم 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 لا ترتبوا ولا ترعبوا الناس أهم سلاح في يدنا هو العلم والمعرفة أهم سلاح هو العلم والمعرفة توكل على الله شيء مهم والدعاء شيء مهم ومعرفة قدرة الله على قتله هذا أكيد والتأكد من ذلك أكيد إحنا بس العلم هو السلاح اللي أعطانا يا الله سبحانه وتعالى ربنا قل لك ولا ترموا بينفسكم في التهلك أعطانا معرفة وعلم عشان نقدر نستطيع أن نحارب هذا الفيروس فلازم بالعلم نجتهد ونحاربه الآن لازم نقف مع بعض نساعد بعض في هاي وقت الأزمة نستمع للتعليمات الصحيحة من الأشخاص الصحيحين من المصادر الصحيحة وحبيت بإسمي وبإسمكو نشكر أخونا محمد التميمي اللي استضافنا وطلع بهاي الفكرة أنه نطلع لكم لايف اليوم نعطيكم معلومات مبسطة وسهلة عن الفيروس عشان ما يصير بانك ويصير خوف ورعب وشديد في سؤال لم ترهوا من الأخوة واتالي بدنا نسمع أخبار أنه الفيروس المكتشف في مصر مختلف عن الموجود في الصين إذا ممكن تكون بؤرة جديدة لانتشار الوباء هل هذا صحيح الفيروس معلش خلينا نشرح موضوع الفيروس الفيروس اكتشفوا أنه فيه منه 142 شكل إذا ما خانتني الذاكرة بهذا الرقم 142 شكل الآن الفيروس انقسم إلى نوعين L و S 70% انقسم إلى L و 30% إلى S ال L اللي هو أشد فتكا اللي هو زي ما احنا شايفينه الآن في أوروبا فالموضوع قد يكون يختلف أو تمحور أو غير صار عنده موتايشن غير التركيب الجينية قد يختلف من مكان لآخر ويعمل تكيف في البيئة فعشان هذا رح يصعب موضوع إيجاد مصل وعلاج لهذا الفيروس قريبا على الفجر بالأوروبا قربنا على الفجر الله يعطيكم العافية كفيت ووفيت بوركت جهودك وإن شاء الله في ميزان حسناتك أشكرك إعطائي فرصة المشاركة في أمان الله ورعايته في أمان الله للجميع وفي رعايته ونشكركم وفي أي وقت أحد أراد أن في عندكو أسئلة تانية ممكن تحطوها وممكن نطلع بث مباشر أو نرد عليها بقدر الاستطاع إذا كان عندي معرفة بذلك إذا لم يكن سأقول لها مباشرة لا أعلم وشكرا لكم شكر الله ادعوا لوالدي في نهاية هذا الفيديو بالدعاء إن شاء الله رب العالمين ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويغفر لوالدينا ويغفر لوالديكم جميعا وإن شاء الله رب العالمين نجتاز هذه المرحلة بصبرنا ورحمة الله سبحانه وتعالى في البداية و بمعرفتنا و ب حكمتنا يعني الحكمة مهمة في هذه المرحلة دعوتيكم العافية وسلام للجميع ترجمة نانسي قنقر